دخل قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة حيز النفاذ بعد ستة أشهر من إصداره واستكمال المتطلبات التشريعية والفنية والإجرائية لتطبيقه يمثل خطوة رائدة في منظومة العدالة وحماية حقوق الطفل في مملكة البحرين وتتويجا لريادتها وتمييزها في احترام الحقوق والحريات العامة في ظل النهج الإنساني الحكيم لجلالة الملك المفدى أيده الله وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد أحمد الفاضل وكل نيابة في نيابة الأسرة والطفل بعد التحية أستاذ أحمد هل حدثتنا عن مدى أهمية سن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال إضافة إلى الآلية المتخذة لتطبيقه طبعا من الواضح أن قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحماية من سوء المعاملة هو قانون متكامل وشامل وهل قانون مظهر وهو ملم بكل الجوانب المتعلقة بالطفل في مجال المعاملة الجنائية والحماية وهتا كامل ما كان بس في جانب تحديد الاقتصاصات والواجبات التي يتعين لتلتزم بهالسلطات وانجهات المعنية تطبيقه لكنه تضمن مبادئ أساسية من الواجب أن نراعيها لما نتعامل مع الطفل والعديد من الإجراءات التي تؤكد في مجموعها إدراك المشارع القصار شخصية للطفل وضورت مراعاة مصالحة فضلة لتقديم مصلحتها في كل إجراءات فمصلحة الطفل المادية والمعنوية لها الأولوية لما يتم إصدار الأحكام والأوامر والقرارات وكل هذه كانت متفق مع أحكام المعاهدات الدولية لمنظمة العالم لك وبالأخص أتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والأبرز منامح القانون هو أن رفع فعل أثن الطفل إلى الثمانة عشر وانشائح محاكم عدالة إصلاحية للأطفال التي تنظر قضايا الأطفال من جانحين واللجن قضائي للطفولة المختصة حالات تعرض الطفل بسوء المعاملة وتعرضها في الخطر كفل القانون حق الطفل في الخصوصية في تنبيلها قانون وحقها في الاستماع إليه وتفاهم شواغلة ومطابة وقالون أيضا ما يقيم المسؤولية الجنائية لحق الطفل لم تجاوز سن الخمسة عشر ومعناتها الشيء أنه لا تصدر عقوبة على أي طفل لم تجاوز السن ولكن تصدر علي تدابير هدفها رعايته وتوجيهه ورشاده لتقويم سلوكه ويجماته في إسراته ومجتمعا كذلك حق في القانون العقوبات المقررة للجرائم إذا وضعت من الطفل يجاوز سن الخمسة عشر طبعا بالنسبة لآلية تطبيق القانون نظر أنه أن أول مصدر القانون بادرة النيابة العامة بالاستعداد لتطبيقه صاصر فعالة الدكتور علي بن فضل البعانين من الناد العام قرارات تنظيمية منها التي تعلق بإعادة تنظيم اختصاصات نيابة الإسراء للطفل وإنشاء مكتب هذه النيابة هو مكتب تنفيذ والرعاية اللاحقة واختصاصاته متابعة تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة العدالة الإصلاحية والتي تنقضائية للطفول والتي تنمنشاء بموجبها القانون وتمدع متعزيز منظومة الرعاية اللاحقة للطفل بالتنسيق مع الجهات التي تصل وكل ما يكفل مصالح الصدوة للطفل وتنمنشاء نظام إلكتروني للمكتب يتم تقييد فيه الأحكام والأوامر والقرارات وكل إجراءات التي تم اتخاذها بتنفيذها وذلك سعادة النايب توجيهات الكتابية لأعضاء النيابة بالإجراءات لواجب التباع حي للطفل عند معاملة تهجنائيا أو عند عرضها للخطر أو لحالة من حالات سوء المعاملة وأوجد المصالح المتعين مراعاة سواء من الناحية الاجتماعية أو الصحية وهمية وكيفية تنسير مع مركز حماية الطفل والتنبيه بسرعة نجاز التحقيقات تصرفت القضايا الخاصة بالطفل وصدار القرارات الميسرة لتنفيذ الإجراءات العاجلة التي اتخذها مركز حماية الطفل في حالة الخطر المحدق بالطفل والناحية الثانية نظمة النيابة العامة ورش عامل شارك فيها خبراء دوليين ومن تسبيل جهات المعنية وتطبيق القانون تغارب تدارس القانون وتعارب على التطبيقات المطلة وأفضل الممارسات الدولية وأوجه التعاون والتنسيق بين الجهات في مقابل استحداث النيابة العامة أفضل المجلس لعلان القضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامي ولوقاف لقرارات التنظيمية لتطبيق القانون بحيث اكتاملت المنظمة للعمل بالقانون من قضاء ما يبتدي سريان طبعا كلامي قام باختصار ونحن نعتبرها القانون بالمضادع والأحكام اللي اجتمل عليها واللي هدفها مصالح الطفل تتويج جهود المملكة التشريعية والمؤسسية في مجرعات الطفل ومرأة فقوة نعم كان معنا سيد أحمد الفاضل وكيل نيابة في نيابة الأسرة والطفل شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك